الأستاذة هيبا زين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والسؤال كان عن الفرق بين الانتخابات الرئاسية العام 2014 والانتخابات الرئاسية 2024 هل تري فرق كبير بغض النظر عن المتغيرات الإقليمية والدولية التي تحيط بنا؟ الحقيقة يمكن الانتخابات 2014 وال2018 يمكن الاثنين بيقاموا في ظل بعض التحديات الداخلية والخارجية يمكن باختلاف التحديات إلا أن للأسف الانتخابات في الحالتين كانوا لم تخترف الليلة عن البارحة زي ما بيقولوا كانت للأسف بيقاموا فيه وسط مناقصات مختلفة يمكن كان الشكلين كانوا مختلفين يمكن في 2014 كنا لست طرعين من صورتين يمكن كان عندنا على وشك انهيار اقتصادي يمكن كان عندنا قلاء الداخلية كان عندنا حرب على الإرهاب إلا أن كان فيما بعد 2014 يمكن استعادت الدولة قوتها مرة أخرى استعادت كيانها السياسي والاقتصادي إلى حد كبير إلى أن وصلنا إلى الانتخابات الحالية يمكن المناقصات المرة دي على الشكل الداخلي أو على المحورين الداخلي والخارجي على حد سواء على الحد الداخلي يمكن أكبر أزمة بتواجهنا هي الملف الاقتصادي يمكن اللي كان سبب فيه بشكل كبير كانت بعض العوامل الخارجية اللي أثرت فيه بشكل قوي ومؤثر إلا أن كان لها تأثير قوي على الداخل المصري مثلها مثل العديد من دول العالم إلا أنها كان لها تأثير قوي على الجانب الآخر هناك بعد عدة مهددات إقليمية ودولية تحيد بالدولة المصرية يمكن الحدود الأربعة للدولة المصرية دائما على شفاء النار في طول الوقت يمكن في أغلب الدول عندها الحدود بتاعتها حد واحد بيكون فيه مشكلة لا إحنا للأسف عندنا الحدود الأربعة للدولة المصرية في حالة احتقان شبه دائم يمكن الحادث الأخير في غزة كان الأكثر تأثيرا على الداخل المصري وعلى الوعي والمنظور وأراء حتى الشارع المصري ليس بس على الجانب النغبوي أو السلطوي فعلا القضايا الفلسطينية كانت لها تأثير قوي حتى على الشارع والمواطن البسيط دائما ما بيكون التحدي محرك كبير بالنسبة للمصريين للمشاركة لأي مدى بطار التحديات سواء كانت اللي بتلمسنا في الداخل أو في الخارج طريقة محرك هذه المرة للمصريين للمشاركة يمكن لو بصيرنا للموضوع بمنظور الأرقام هنلاقي أن دايما كانت الأول ما يكون فيه تشكيل خطورة قوية على الداخل المصري أو على الواقع الأرض هنلاقي بنلاقي دايما المواطن كان محرك قوي وكان بيتحرك بطريقة جمعية في تعديل دفة الوطن وحمايته والحفاظ على الاستقرار والأمان يمكن هنلاقي في 2012 كان المواطنين استشعارا لأهمية أنه لازم يكون فيه نظام سياسي مستقر وفيه رئيس منتخب هنلاقي أن المواطنين كانوا متحركين وكانت نسبة المشاركة المصريين كانت بشكل قوي يمكن كمان لما شافوا في 2014 كان من الواجب أنه يتم يكون فيه حدود يحضور وكمان مشاركة ووجود للرئيس في وقتها كان فيه مشاركة قوية ويمكن نسب المشاركة كانت الأعلى بين معدلات المشاركة على الإطلاق ويمكن بما أننا إحنا خلال تصويت المصريين في الخارج يمكن كمان بالنظر إلى تصويت المصريين في الخارج كان لها انعكاس قوي على نزول كمان المصريين في الخارج مش بس بالداخل يمكن ده انعكاس بشكل قوي على أرقام مشاركة المصريين في الوقت ده يعني هنلاقي في 2012 كانت وحد درات مشاركة المصريين حوالي 311 ألف مواطن في الوقت ده في الجولة الأولى من جولات الرئاسة في الجولة الثانية كانت حوالي 301 ألف مواطن ده بالنسبة للداخل والخارج ولا الخارج بس؟ كمان في 2014 ممكن الناس كانت مستشعرة قد إيه لازم يكون في مشاركة قوية ولازم يكون في تحديد لرئيس ووضع طرد حالة استقرار بعد ثورتين من أثروا بشكل قوي على النظام السياسي والاقتصادي والوضع الدولي بشكل قوي كانت هنلاقي في 2014 كانت المشاركة الأكبر من المصريين في الخارج هنلاقي كانت مشاركتهم كانت حوالي 318 ألف واربعة من عشر تقريبا في الوقت ده فهنلاقي أنه دايما كان مصادر الخطورة أو مشاعر الخطر كانت محرك قوي وأساسي للمصريين في الشارع ويمكن ده حتى مش على الجانب الانتخابات بس لا يمكن هنلاقي في وقت استشعار أي خطر كانت المواطنين بتتحرك وبتستجيب لأي دعوة للتفويد أو لدعوة التحرك على الأرض للمشاركة في أي استحقاك انتخابي أو شعبوي ترجمة نانسي قنقر